الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم هذا المقطع في حقل الإحصاء الاستدلالي هو الدرس الثاني عشر تحت عنوان طرق العد التبادل للتوافيقة counting techniques, permutation and combination أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله لأبداء طرق العد counting techniques من الأسليم التي ابتدعها الرياضياتيون في سبيل تطوير وتسهيل إدراك النظريات الرياضياتية والإحصائية يأتي في مقدمة هذه الطرق مبدأ الضرب multiplication principle والتبادل permutation والتوافيق combination سأقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى هذه الطرق مع بعض الأمثل عليها توضيح لنفترض أن هناك طريقين متاحين من دمشق إلى عمان هناك طريقين متاحين من دمشق إلى عمان وأن هناك ثلاث طرق متاحة من عمان إلى مكة بناء على ذلك نستطيع السفر إلى مكة من دمشق بواسطة ست طرق مختلفة يمكن نصفها كما في الشكل هذا المرفق لأن هذا دمشق هناك طريقان من دمشق إلى عمان طريق الأول والثاني وهناك ثلاث طرق من عمان إلى مكة الطريق الأول والثاني والثالث لمزيد من التوضيح أي يمكننا اتباع إحدى الطرق الآتية الطريق الأول أول واحد واحد اثنين واحد ثلاث واحد واحد اثنين 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 ثلاث اثنين وهنا الآن أعيد وضع الرسمة هنا ودعنا نتتبع الأسهم الآن حسب الطرق هذا الطريق واحد واحد الطريق واحد اثنين الطريق واحد ثلاثة الطريق اثنين واحد الطريق اثنين اثنين الطريق الآن اثنين ثلاثة وبالفعل هنا يعني ست طرق ما يعني بأن المجتمع الإحصائي المجتمع الإحصائي يتكون من التويفات الست المذكورة واحد 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 اثنين واحد ثلاث اثنين واحد اثنين 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 ثلاث ولو أردنا اختيار طريقين من الطرق الست عين عشوائي فإن نصيبهما طيقين هو اثنين عشت ويساوي ثلث واحد اثلاث مثل آخر تجربة رمي النرد رميت قطعتان نرد مرة واحدة إذن هناك حجرين نرد رميان مرة واحدة أردنا حساب مجموع العددين الظاهرين يكون المجتمع الحصائي لكل نرد كما في جد والآتي الآن هذا مجتمع الحصائي للنرد الأول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة والمجتمع الحصائي للنرد الثاني هو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة الآن نحصل من الجدول على المجموع بإحدى الطرق الآتية ومجموحها ستين وثلاثين طريقة هذا الآن ممكن عندما رمينا نختار واحد مع واحد واحد مع اثنين واحد مع ثلاثة واحد مع اربعة وهكذا حتى ننتهي ننتهي من الواحد نبدأ بالثنين مع الواحد ثنين مع الاثنين ثنين مع ثلاثة وهكذا ثم الثلاثة ثم الأربعة ثم الخمسة وأخيرا ستة ستة مع واحد حتى ننتهي من ستة ستة مع ستة ما يعني ذلك الآن هناك ستة وثلاثين طريقة يمكن الآن أن نحصل على المجموح هنا مبدأ التباديل مبدأ التباديل لنفترض بأن لدينا أن من الأشياء أردنا ترتيبها بحيث لا يظهر الترتيب نفسه إلا مرة واحد لمعرفة المرات التي ترتب فيها هذه الأشياء دون تكرار نستخدم مبدأ التباديل مثال على ذلك نفترض أن لدينا الأعداد واحد اثنين ثلاثة وأردنا ترتيبها فإن بإمكاننا القيام بذلك بواسطة ست طرق هي الآن واحد اثنين ثلاثة هذه الطريقة الأولى واحد ثلاثة اثنين واحد ثلاثة اثنين ثلاثة واحد ثلاثة اثنين واحد ثلاثة اثنين عفوا ثلاثة واحد ثلاثة اثنين واحد لو أن الأعداد كانت أربعة وهنا الآن تكمن الكارثة بالعدد لإضافة البسيطة هذا فأصبحت الآن لم تعد واحد اثنين ثلاثة أصبحت واحد اثنين ثلاثة أربعة فإن بإمكاننا ترتيبها بأربعا وعشرين طريقة كما يأتي لاحظوا الآن عندما زاد عدد هذه الأعداد بمقدار 1 عدد 1 أضفنا إلى أي الأربعة انتقلنا من 6 إلى 24 وهذه هي الطرق الأربعة وعشرين نبدأ من 1 2 3 4 ثم 1 3 2 4 1 4 3 2 وهكذا حتى ننتهي هنا هذه الطرق ثم الطرق هذه ثم الطرق هذا هو بالتالي 24 طريقة كل الطريقة هنا 6 في 4 يسار 24 نلاحظ أن زيارة العدد بمقدار 1 يؤدي إلى زيارة على الطرق ترتيبها بمضاعفات كبيرة الطريقة السريعة الآن لو كان لدينا أن من الأشياء وأردنا ترتيبها دون تكرار الترتيب نفسه فإننا نستطيع ملء الفراغات أن للأولى الآن الفراغات الأولانية له عددها أن طبعا لأنه عدد الأشياء أن وبالتالي عندي نون من الأشياء الفراغة نستطيع أن نملأ هذه الأن الأولى بأن طريقة فيبقى أن ناقص واحد نقوم بملء الفراغات المتبقية أن ناقص واحد طريقة ليبقى عندي الآن لدينا أن ناقص نين موقعا البقية وهكذا فيكون عدد الطرق التي نرتب من خلالها الأشياء أن ضرب أن ناقص واحد ضرب أن ناقص نين ضرب أن حتى ناقص ثلاثة حتى ننتهي آخر رقمي بيكون اثنين ضرب واحد هاي تساوي نون أو أن فاكتوريال هذه أن وراء يعني خلفها رأسا علامة التعجب هاي هي أن فاكتوريال هاي بسموها مضروب مضروب الأن اللي هي جساوي أن في أن ناقص واحد في أن ناقص اثنين في أن ناقص ثلاثة إلى آخرية حتى ننتهي ضرب اثنين ضرب واحد هاي ترمز أن هذه فاكتوريال اللي مضروب الكمية أن وأن هو عدد صحيح صفر أو أكبر لا يمكن أن يكون قيمة كسرية وليست سالبة وتقرأ مضروب الأن فاكتوريال أو فاكتوريال أو فاكتوريال مثال يمكن ترتيب الأرقام التي ذكرناها قبل قليل واحد اثنين ثلاث أربعة حسب مبدأ التبديل بأربع وعشرين طريقا كما يأتي يعني أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد لاحظوا أنه إحنا الآن أربعة بدأنا له أربعة لأنها أربع أرقام نضربها في ثلاثة في اثنين في واحد اللي هي أربعة ناقص واحد ثلاثة ثلاث ناقص واحد اثنين اثنين ناقص واحد واحد وهكذا فتصبح الآن مضروب الأربعة يساوي أي أربعة وعشرين طريقة علما بأن الآن مضروب الواحد يساوي صفر ومضروب الصفر يساوي واحد عفوا مضروب الواحد يساوي واحد ويساوي مضروب الصفر يساوي واحد صحيح أعتذر مضروب الصفر يساوي مضروب الواحد ويساوي واحد صحيح نكمل مثال تركيب مكان الجلوس لنفترض بأن الطلبة محمد وعبد الله وسالم ويوسف وجمال محمد وعبد الله وسالم ويوسف وجمال هؤلاء خمسة طلبة يجلسون في الصف الأول من قاعة المحاضرة كم عدد الطرق الذي يمكن أن يجلس بها هؤلاء الطلبة الإجابة بتكون خمسة لأنهم خمسة أشخاص ضرب بالحالة هاية خمسة ناقص واحد أربعة ضرب أربعة ناقص واحد ثلاث ضرب ثلاثة ناقص واحد ضرب اثنين ناقص واحد واحد وبالتالي خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد ويساوي مئة وخمسة مئة وعشرين طريقة هذا مضروب الخمسة والنتيجة بتكون مئة وعشرين طريقة مختلفة في بعض الأحيان نحتاج إلى حساب طرق ترتيب جزء من المجتمع لدينا الأرقام واحد يعني عندي محمد وعبد الله والسالم ويوسف وجمال خمسة أريد أن أرتب اثنين منهم أو ثلاثة وهكذا فنحتاج في بعض الأحيان إلى حساب طرق ترتيب جزء من المجتمع الإحصائي لنفترض بأن لدينا نون أو أن من الأشياء وردنا أن نرتب آر منها آر عدد من نون بيكون لا يساوي أو أقل منه في هذه الحالة نقوم بترتيب العنصر للموقع أن فيبقى نون ناقص واحد من العناصر ونقوم بترتيب نون ناقص آر في كل مرة باقية فنحصل على عدد الطرق المبين أنه وهو عدد الطرق الذي يمكن ترتيب آر عنصر من نون من العناصر هذا هو الآن حاصل قسمة مضروب الآن نقسم على الآن نون من أن ناقص آر لكل فاكتوريال يعني الآن نطرح من نون أو من أن الكمية آر ونأخذ مضروبها الآن طبعا سأوضع هذا يسمى هاي المقدار يسمى تباديل الآن مأخوذ آر مرة تباديل الآن this permutation of n factorial أو n taken r at a time تباديل الآن مأخوذة آر مرة في كل مرة طبعا مثال تجربة عطاء العلامة نفترض بأن عشرين طالبا تقدموا لامتحان الإحصاء كم عدد الطرق التي يمكن أو الذي يمكن يعني أن تعطى بواسطها العلامة 25 و 85 و 75 وهي أعلى ثلاث علامات الإجابة كما يلي اللي هو عبارة عن permutation أو تباديل العدد عشرين مأخوذ ثلاث مرة في كل مرة طبعا فعندي هون عشرين مضروب العشرين مقسم على انفتح قوس الآن عشرين مطروح منها ثلاث يبقى سبعطاش الكل مضروب وبالتالي بتساوي بالحالة هاية 6840 مرة تبادل تباديل عشرين مأخوذ ثلاث مرة وبالتالي بالحالة 6840 طريقة مختلفة ننتقل الآن إلى مبدأ التوافيق combination principle لنفترض بأن لدينا N من الأشياء وأردنا أن نكون R عنصر منها إذن N هي المجموعة الكبيرة R المجموعة الصغرى أقل أو تساويها أقل منها أو تساويها لكن لا يمكن أن تكون أكبر منها R يعني R لا يمكن أن تكون أكبر من N الآن أردنا أن نكون R عنصر منها في كل مرة بحيث لا يتكرر ترتيب العناصر إلا مرة واحدة فإننا نستطيع أن نكون R عنصر منها في كل مرة بالطريقة التالية أو الآتية عند الآن مضروب N له N فاكتوريال مقسم على حاصل ضرب R فاكتوريال في القوس له N مطروح منها R كله فاكتوريال الآن بالتطبيق بين توافيق N هذه ثم توافيق كما يسمينا هذه تباديل هاي توافيق N مأخوذ R مرة استكمل عادة ما تكبر الصيغة السابقة لهذه الصيغة N فاكتوريال مقسم على R فاكتوريال مضروب في N ناقص R فاكتوريال كما يريد بالشكل الآتي هذه combination C of N things taken R at the time يعني توافيق نون من الأشياء مأخوذ R مرة في كل مرة وتساوي طبعا هاي إشارة combination تساوي حاصل قسم N فاكتوريال مضروب ال N مقسم على R فاكتوريال مضروب في N ناقص R فاكتوريال تبادل هذه تبادل N مأخوذ R مرة وتقرأ توافيق نون أو N من الأشياء مأخوذ بحجم أو بعدد R في كل مرة مثال تجربة تشكيل لجه لنفترض بأن مجلس إدارة شركة ما مؤلف من خمسة أشخاص يرى تشكيل لجنة من اثنين منهما من يعني اثنين من الخمسة يمكن الحصول عليها من خلال القيمة التالية توافيق خمسة أشياء خمسة أشخاص طبعا هنا مأخوذة شخصين لكل مرة أو شيئين أو اثنين منهم في كل مرة وتشاوي مضروب الخمسة مقسم على مضروب اثنين مضروب في طبعا هذه مضروب الفاكتوريال هاي القيمة مضروبة ب خمسة ناقص نين مضروب اللي هي الفاكتوريال أو خمسة ناقص بيكون بساوها عشر طرق يعني هذه تباديل الخمسة بأخوذة اثنين مرة وبالحالة هي بيكون عندي عشر طرق فقط عشر طرق إذا بدأ ألف الآن لجنة هي أصلا يعني من خمسة أشخاص أريد أن أألف لجنة من اثنين منهم فبيكون بعشر طرق مختلفة مثال آخر لدينا مجموعة ورق اللعب المكونة من اثنين وخمسين ورقة كم مجموعة من أربع عشر ورقة يمكن تشكيلها بحيث تكون مختلفة في كل مرة إذن المجتمع لإحصاء اثنين وخمسين نريد أن نأخذ منه فقط أربع عشر في كل مرة بتكون مختلفة التمتيب مختلف فالإجابة بتكون كما يلي التوافيق اثنين وخمسين مأخوذها أربع عشر في كل مرة وتساوي مضروب اثنين وخمسين نقسم على مضروب الاربع عشر هاي القيمة مضروبة في اثنين وخمسين نطروح منها اربع عشر الكل مضروب ويساوي هذا الرقم طبعا هذا الرقم ضخم بحد ذاته يعني وهو عدد كبير جدا سؤال ثاني عن نفس هنا ورقة اللعب كم مجموعة من اثنين وخمسين ورقة يمكن تشكيلها بحيث تكون مختلفة في كل مرة الاجابة هنا يعني ليست غريبة انه بتكون واحد فقط لها لان هنا اخذنا المجتمع إثنين وخمسين فاخذنا دفع وحدة اثنين وخمسين يعني اخذناها 52 مرة وحدة وتساوي 52 52 52 وبالتالي بتكون اجابة واحد صحية اي مرة وحدة نستطيع ان نختار 52 ورقة من 52 بتحيث تكون مختلفة إجابة منطقية جدا جدا هاي تبديل 52 مأخوذ 52 مرة واحدة وهذه بتكون طريقة واحدة ما يعني الآن بأن الكمبيناشن نون مع صفر يساوي واحد صحيح ونون مع نون يساوي واحد صحيح كما ذكرت قبل قليل عن فاكتوري الواحد يساوي فاكتوري الصفر ويساوي فاكتوري الواحد ويساوي واحد صحيح طبعا شكرا لكم على حسن متابعتكم المقاطع القادمة ليست مقطع واحد بإذن الله تعالى ستكون الجزء الثاني ثم الجزء الثالث من موضوع اختبار الفرضيات وبعده سيكون أول درس في الاقتصاد القياسي ونظرية الانحضار البسيط والمتعدد لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسين أداء ودعم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى